معيكم من جديد في زون ميكس معظيفنا اليوم وليد جلاد رئيس مستقبل سليمان بايسي وليد حبيت كل حاجة بغير اقبل منقصه انا ما حبيش الدخل في الوضع هذا وما نحبش لانه بالنسبة لي انا كما قلت لك اللاعب اللي يتقمز زي مستقبل رياضي بسليمان اعتبره كما وليدي ونحب ننصحه وفي في قضية عزيز الشتيوي في قضية عزيز الشتيوي وقت اللي المستقبل رياضي بسليمان كنا نتفاوضه مع عزيز على تمديد العقدة بتاعه بموسمين كان فما طرف اللي هو سيمتيب وكيل اللاعبين قدم عرض قال وهبت في نفس اليوم وقت اللي المستقبل يذي بسليمان تنجم ترجع لليوم بالضبط عنا وقتها تربص تحذيري في منزل بورغيبة مددنا للعب ومشايا للعب المركز تربصات والحمد لله اللاعب عندهم تراجع فاميليال اكستراروردينير معتها والده ابوه عموماته احاتوا بيه ما كان اشاره وصار له نفس ليصار رائد الفتح المستقبل يذي بسليمان يعلن على تمديد العقد الرسمي العزيز الشتيوي في المقابل الوكيل اللاعبين هذا يهب التدوينة يهني فيها ويعلن فيها بالتحاق عزيز الشتيوي الفريق في امريكا ويقول على خطاء رائد الفتح بالضبط في التدوينة موجودة عندي حتى كان فسخها هو وعندي الكابتوري كنو اتفاجئنا قالي اللاعب كلمني ما تفسختش في التدوينة موجود كلمني رجعت لها القيتها في نفس اليوم موجودة كلمني اللاعب وابوه قلت له كان يجيب مئة الف دينار بالضبط انا عتيك التفاصيل لاني قلت كان عتيتك حتى الوجور نعتيك وجور حتى اللاعبين كان يجيب اللاعب مئة الف دينار انا اليوم قد وانسايبه قال لي تمشيش كلمني الوكيل اللاعبين هذا قال لي يمشيش ما تسايبوش لا قلت وانسايبو قال لي كان سي ولي تحب انتي وانسايبوش راي نخرج منها هنخرج منها قلت له ما تخرج منها وقعت كلمة مئة الف دينار لكن نتعامل مع الفريق فريق اذا كان الفريق يحيل المستقبل رياضي بسليمان الحساب المستقبل رياضي بسليمان مئة الف دينار انا غضوان سايبو اللاعب غضوان سايبو اللاعب لانه اللاعب مسكين ولا في ظروف اخرى حتى من الكنسانتراسيون وانا عاذروا لانه اللاعب صغير في العمر وعنده طموح كونه مش احترف في البرة وعزيز متخلق برشا ولعب ممتاز جدا صار صار بعثوا لي الكنتراسيون قلت له دي ما يتبعثيش اعطيني الترانسفير بعدنا بتبع كهيئة مديرة انا ادارة رسلنا للفريق هذا قلنا له انتي تعبر عندك رغبة فيه قال اللاعب هذا ما نعرفوش ما نعرفوش وما سمعتش به محافظة على اللاعب ومحافظة على اسرار الفريق ما حابناش خرجوه على اللاعب فقط علم بها علمت بها عائلة اللاعب اللي المراسلة من فريق الامريكي اللي هو ما فماش وميعرشش واحد اسمه عزيزي جتيوي ولا وكيل اللاعبين اسمه سيم تايب هذا هو قص عندك سبريده اسمعني عالب هذا اللي صار يتصل للبيع لا اسمع بعد اللاعب باعك ارهابتو تسعة وثلاثين الف دينار مهم وحالهم الوكيل اللاعبي بش يخرجوا بش يعطيه الوكيل اللاعبين يجيب لي لينا مئة الف دينار وبش يخرجوا تصور معتا هك، معتا اللاعب في عظك يمشي يحترف يأخوا الفلوس، هو اللاعب يمشي يحترف مش يعطي الفلوس. تصور معتا، لكن، كما تصالت سارت بعد، من عائلة اللاعب، تصلت تصلت بي، دخلت أنا ترف نعرفه عندي ثقة فيه، وعنده تأثير. لا، لا، ليس للجامع، مُحسوب على الجمعة، مُقرب من الجامع، لا، منيش بي شي أقول عليه أو اسيتك للع援 plataforma تنسي وليد دعا خليك اخر تعليق بإجاز بربي وسيم لاحظة بحسب يا الله ونحم الوكيل كي كان فيما انسان شخص شخص التصل بيا ولا قلي على الحكاية متاعزيز على فلوس عزيز عزيز بالعكس ديما انتعاملوا وديما انتعاملوا معايا وجامد لبي عزيز والرقد والأولاد جامد لبي عزيز كلمني قال لي وسيم بعثي مال عنده صاحب في ألمانيا بعثي مال للخلاب بعثي لي قلت له عزيز ياك انا كلمت عن توني فانا قلت له حكاية انتوني هامو فمشمل هالكلاب بعد ما جاوبنيش يا انتوني دخلت انا بعضي فهمتني انتي بدك تحايل عليك واسيم هكا تحب تقوله يعني انا بكل شي انا بعثتك الكابتايت دي كروه انا ولا جون وبعدا عملت انا قبلت تصير العملية دي بجمعة ولا عشرة ايام بتاع الحكاية اللي يفقنا بها اعطيت العزيز يتواصل مع لجون ديراكت وليت انا خرجت خليت وهو عزيز توا حاضر خليت يستسلم هو بانتوني فانا هو انتوني فانا بيع لش خضيت الفلوس انتي عاويسيم لش خضيت ثانو تاثيم مليون سسعة وثلاثين مليون باش نكملوا ستين مليون سيوالي الجلات وباش تصير الكمبنسيون خطرهم وقت انهم مونيكي بتدفع مية مليون ولي خطرهم اللي وقت نيقوسيهم معاه نيقوسيهم معاه قبل ان يعمل تمديد من نخر يكون في المو نيقوسيهم معاه على اساس انه انه ليبر نيقوس مع انتوني فانا انتوني فانا وكل شي عندي بريكا بكي وموسيقين ها وعندي موجودين على اساس انه هو الجوار الابر كي مد تسلمان ولا هو بجهة 200000 دماء انا ذات انتوني فانا هاو طو 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 باعثي بشاتكالي ماشي تتكلم في الميديا فاندي قطل انا بش تتكلم في الميديا انا شنو وذن بكي انا واجن او سيمو عز الشابي نبهني منه قال لي ورد بالك ووش اسمه اسمه اجن مارك موش موسكوش عنا في المي واضح واسي نتحدى كانت صلبية الشخص على عزيز سيوي واحد عزيز سيوي انت عامل انا وياه وكرهبت وكلمني انه ووقت الخضر حكم انا عندي في امور الكراهب وكل شي قال يشوف ليشكوني شرامه عندي قبلة تسرح كي هذه ويحب وقتها ياخد كهرباء اخرى فاني عزيز سيوي انا وياه واضح واسي ما تكسحة انت اعطيت وجهة تنظيم تلك الموضوع فسرت لاصلح كي انك حبيت البنيعبي تخرجوا وتحيلوا عليك ودونك سيواليد اعطاها الفرسيون اللعبات تسمع فينا هي لتحكم شكون الصحيح وشكون الغالب نسكر الموضوع سيغالي اخذي اكثر من حجم سيواليد نحكي شوية عليك انتي وعلاقك مع انت موضوع وكلال لعبين لحقيقة انا ترحته حتى مع المكتب الجامعين كله لانه لازم يتنظر لانه لعبين تعرف كل لعب عنده الحق في طموحه وطموح شرعي كونه يحب يخرجوا كونه فما ناس تبيع في الاوهاب اللعبين وفبع وكلالعبين جديين الحقيقة ويعرفوا القانون ويحميوا اللاعب من وكلالعبين من بره لانه تعرف التعامل بين وكلالعبين كل الوكيل اللعبين في تونس عنده يتعامل مع وكلالعبين وشركات أخرى فما وكلالعبين ممتازين جدا وثيقة ويحميوا اللعب وفم وكلا اللعبين اللي مغمورين ويحب ويهمهم كان في تحقيق أرباح طائلة حتى على حساب أحلام وطموحات اللعبين دجاء دجاء نهار جمعة زميلي باشير قارو في ميتونة كان حد الموضوع اللي معدل عمارهم تقريبا في حد بين 20 و 25 سنة معتها اللعب مازال حتى معتها نضج على المستوى الذهني مازال 100% اللجم مع الاحل تبيع له حلب يولي يمشي فما ناس اختصاص هذا وفما ناس جدين لحكاية فقط تاقل سؤال على الايفكتيفة عن مستقبل سليماني رمي بشنين بخرج رمي بشنين بمشكلة أخرى رمي بشنين بعنده عقد مع المستقبل ذي بسليمان العمين بس معنى بي في برقان موشن المرمون ليبل الملاعبي لا لا لعب عنده عقد مستقبل ذي بسليمان عمين ما نحبش نحكي بالتفاصيل لانه رمي عطى عطى قدم لسليمان لكن مع كل اسف فما في الفترة الاخرة قام بحاجة كنا فما اتفاق بينا كيسا احنا في العمين كانوا 30 جوان ينجمي كل ليبر اتفاق كليم ولا مساحح ولا شوء لا اتفاق بني انا وياه اتفاق كتابي ما وش قانوني انا وياه وقتلوا راو راو عمليا ميش قانونية لانه موش مودع في الجامعة تونسية لكورت قدم وقت بعد مدد من جوان 2019 مدد ثلاثة شهور نتعلم كنفينمان ثلاثة شهور بش يكمل السيزان وحكينا انا وياه بعد قبل المقابلة المتلوي واتفقنا على كونه بش يكمل العامة متاعه وفما عارض كويتي لكن هو خير كونه بش يتمدد وقبل الوقت كان احنا كنا لعنا النية في انتداب ظهير اي من محمد صرح المهذبي قبل ما يمشي لأولمبي الباشر كنا على اتصال بمحمد صرح المهذبي لانه كيعلمني قال لي راوسي وليد راني انا عندي التزام لا لا رامي قال لي عندي التزام معاك وكذا وبش نكمل السنة الرياضية هذه او اعلم المدرب سامي القفسي كذلك قالوا راني بش نكمل معاكم وكذا وما فاماش حاجة بش ننتدبو ظهير اي من بعد هذاكا نتعلم من مواقع التواصل الاجتماعي قال لي رامي بوشنيبة تلتحق بفريق برقان الكويت مكش بتسايبو معنا من اللاعب اكيد مش تابش نكون مش ندافع لحق النادي من 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 اللاعب ومن الفريق وما حبي تاشتو فهاك علاقتنا برامي بوشنيبة اه نا نكامل مع قبليك قصينا عليه الموضوع متع ودي على جريه كما قلتلك فاما برش اه فاما اختي خاصة بريود لولة بتاع ودي على جريه كيفاش تقيمها بريود لولة متع منتخب مترشحش كاسل عالم ممكن توخير تفعلت حسن النتائج ولا وانه فاما برش مؤاخذة على التحكيم على المنتخبات الشبين لكن كيفاش تقيم الريود من قيمهها قلوبا المهم اللول مترشحنش كاسل عالم ايضا كيفاش تشوف بريود ودي على جريه خليني يقول لك مش نكونوا قيموا بعقلاني اروا اليوم اللي الانسان اللي يقول كلمة حق قبل اللي كان يسب كان يعتبر مناظر قبل الثورة اليوم اللي يقول كلمة حق في شخص يعطيه حقه ولا اه هذا يا فارينا هذا انا وريد جلات خلينا كله وانتي قال عليك برش لك لما دي معاوا دي على الجي لا انا جمشي تقال عليك تعرف عليش لان انا قلت في رئيس مجلس النواب الحالي مواقفي سياسية الناس كل تعرفها وانا خذت معركة مع حافظ قيد سبسي نجل الرئيس السابق اللي ينقض واللي اداء الوزراء واللي ينقض رئيس مجلس النواب الشعب ويتواجه معاه واللي يتواجه مع رئيس الجمهورية من الجمش يكون عنده يكون تابع حتى حد باك شي خطي ولد الحزب متاعك نعم والوديع الجري ما عنده انت ما حتى حزب الليك انت عم يوسف الشهد في الوديع الجري انا في الشارع الناس يقولولي وديع الجري مع الحزب الحر الدستور الناس يقولولي وديع الجري مع تحية تونس الناس يقولولي وديع الجري مع النهضة الناس يقولولي وديع الجري مع قلب تونس نسمع وديع الجري انا اكد لك صديقي ما ينتميل حتى حزب عمل لك حماية من منظومة هذا اللي سميته انت فارينا ولا حاجة هاكه شو الحماية انت مستقبل سليمان وليكم انتو ما المستقبل سليمان من أكثر الفرق الذي يجب أن تكون تعرض مظالم تحكيمية أو أخطاء لن نقول مظالم تعرض الأخطاء التحكيمية أثرت على نتائج عديد مباريات لكن استفادته ذلك أعطيني استفادة واحدة مقابلتنا هذه حملاً في مقابلتنا هذه حملاً في اللي تجمد فيه كريم الخمير الكريم الخمير يتجمد ولو أنا نعتبره من الحكام الممتازين جمد لأنه فما أحكام وفما ضربة جازاة لا تعتقدش الإسليمان وفما خطأ وفما ضربة جازاة تقريباً لا تعتقدش الحم لمف أخطأ لسالح الحم لمف وأخطأ لي سالح مستقبل الإسليمان وذلك عليك الجم سمعت جديدت شوية رئيس الجامعة على العقوبة كريم الخميري صار شوية جديل بينكم برئيس الجامعة على العقوبة لا 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 أنا ما ندخل ما نقول لك شيء أنا نعتبر الحكام يغلط كي ملاعب يغلط على السراء لا يحط على كرة لبرة هذه الأخطاء أحسن أنها دائما عندي الخطأ أحسن أنه كذلك النجم يقول لعبك يحط على كرة لبرة مع تبايع الماتش ليس بالمدينة الفافضلة لا يحطي أعطيك مثال في مقابلاتكم مع بن جردين نضال الطايفة وطبع أخطاء أثارو قتلت أنا شوش قتل لا أتجمده زوز مساعدين حتى هو ما يعطيها بنتيج أتجمده أنا منيش بإدار التحكيم لكن أنا قتلك قتل ينتي سليمان عندها حظوة قتلك سليمان من أكثر في رق تعرضت الأخطاء تحكيمي الحظوة تنجمتكم مثال كي المشكلة صارت مع أسامر أزغالة ما تعاقبتش مثال كيفيش ما تعاقبتش عاقبت كيفيش شنين عقوب وأنا نعتذر له أسامر أزغالة مرة أخت لكن ما ما تهجمتش واليوم أسامر أزغالة صديق واضح ولا ونعتذر له مرة أخرى عالتشان جلي صار مني ما عنديش تجربة وقتها كرايج جمعية تعترف معنا أنك قضرت معه ما هوش ما هوش معتها الفضع انصري بالفضع انصري ما قتلوش لا هو يعرف منين جيب هامل لا هو يعرف هو يعرف هو يعرف اللي فما أطرف أخرى ممكن أنا توجهت له لكن أنا شخصيا بتقول لكن تعاقبت تعاقبت وتختيت وأنا غالت والعقوبة أنا أعطيك العقوبة العقوبة شهر وتقريب 10.000 دينار وتختيت واعتذرت في وقت من الأوقات هبطت وأنت كنت مسافر من الفكر هبطت بلاغ على صفحة متع مستقبل سليمان استياء فيهم التحكيم شوية لكن بعض شوية تفسخ البلاغة ذيك شنو أسعر في الكراليس لا ما تفسخش تفسخ البلاغة ولا إلا هبطتوا بلاغ آخر ما قلتوا حاجة هكا لا قلنا كونه احنا الحكم لأدار المقابلة ذيك ما كانش في نهار وتحول سليم ومستقبل اللي بسليمان تعرض العديد الأخطاء تحكيمي بلحبش قول مظلمة وإن شاء ديما أنا نعتبر ديما نسبق مبدأ حسن النية واني قلت لك أنا مستقبل يا ذي بسليمان اليو تقول لي أنت حظوة تقول لك لأنه طيب شمعني تحب نسيبه دي على الجريب بشي يتحرك اسمي نولي مناظل نولي رجل نولي رجل هكتو نعمل كيما قاعدين يعملوا برشة ناس شكون تقص كيما يعملوا برشة لك برشة مش خطك واحد فما ناس تحب تحرك اسمي يتلمي في الكلم على هي الشاب لا لا يا دي ما نقصت حد اي 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 مش فيزش أنا كي نحب نقصتون سمي التوفيق المكشل صديقي عش فيك بهد صديقي وديع الجري صديقي وديع الجري من أفضل رؤسان الجامعات وديع الجري ما ينتمين حتى حزب وانا وانا لليوم نحب الرا المنظومة كيما سيلبيجي يحب إيراء واحد يضرب جيبولي قالها وقتها قناص قناص انا نحب التوفيق نحب الرا المنظوم هني في أنا عندي خمسة سنين عضو معنا رئيس جمعية ونشارك في كل نحب الرا المنظوم باي احكي نفاول الحص على قطر بش نحكي لكورت قدم مش نحكي لكورت قدم كورت قدم مش مش كل متشريعات موجودة البنية التحتية للجامعة تونسية كورت قدم ممتازة وممتازة جدا والظاهي في رق الجامعات الأوروبي لكن الدولة وتجهيزات الرياضية ننتمين والوطن القبلي احنا اليوم معناش ملعف الوطن القبلي تسار خمسة الاف متفرج في حتى مدينة صحيح في حتى مدينة معقول ميش نحكي بمنطق جهويات ولاية سوسة فيها فيها تبركالها مشروع كبير وفيها قاعات رياضية كبار فيها المستير فيها رادس ولاية بن عروس كيف كيف ولاية تريانا فيها المنزة ولاية باجة فيها باجة ولاية بن زرت فيها بن زرت ولو فيه ولي وطن القبلي كامل اللي هو فيه منطقة سياحية بامتياز اليوم ما فما حتى ملعب كورت قدم يتسع اكثر من الفيلم متفرج تقريب هذا تراه معقول موش معقول بطبيع هذا سمعني نحاسب ولي وديع الجري ولا الجامعة تونسية كورت قدم ولا الوزارة كما حكينا من الوزارة فما صحيح نجحات ما معاك لا نحيب كل شيء بيه لأيضا وديع الجري لا مات على التحكم خصوصا وديع الجري لا ملايك لا ملايك لا ملايك هيا نجدلو هيا نحن شفت الشعبوية في البلاد نقضات علينا كل البلاد كاملة مش رياضة برك السياسة والبلاد ما عاد فيها شيء لأنه هيا نحكيه ورقام هيا نقيمه نرفع وكام في الشعارات هيا نقيمه هيا نقيمه من ناحية الأرقام ومن ناحية النتائج التوازنات المالية للجامعة التونسية كورت قدم وجودها في هياكل دولية التشريعات وجودها في التظاهرات الدولية إنجازات الفرق الفرق التونسية البطولة التونسية رغم البنية التحتية متاح ونشوفه ونقارنه كان القيام مستميد في دفاع عن وديعزي خانت عديو الموضوع عندي بشر أسلم عندي بشر مستميد راني أنا ندافع على وديع الجي وندافع حق قتلك توفيق المكاشل صديقي وقتلك أنا منيش مستعد نعمل عركة باش نحاير اسمك منيش مستعد اليوم تحب تعارك في السياسة امشي تحاير اسمك عارك النهضة وعارك التلاف الكرامة وعارك قدم تونس طو تحاير اسمك تولي من غير برنامش وفي الرياضة تحب تعارك اسمك عارك وديع الجري طو تولي بطل نتعديو أنا منيش حك سيبوه وديع اقتناعتني لا ويخطأ راه كيف وكما أي إنسان يخطأ ويوسيب البنوان تاعه اليوم من أفضل وسائل جميعات كميش أفضل من علاقتكم بوديع الجري نتعديو العلاقتكم بطريش فضل مقابلت ترجل الزوز ذهب وإياد تقلالي من برشكل هاو باش نعود أعطيتني فرصة أعطيتني كورة تورسرات شاء الله ملكها ماهي تفضل نعم ونريد شد لجولم اليه ها طبعا اهي اهي سيدي كنا نحكيه عن الانفرستركتور في ولاية نابل وكنا نحكيه عن تجهيزات الرياضية وعى الملاعب في ولاية نابل سليمان مدينة رياضية بمتياز شفت لجروب متاع الفيراج متاع الترجي ومتاع النادي الفريقي من أهم من مكوناتهم الكل من أهم مكوناتهم هما شباب سليمان كما شباب الجمهورية كل كما شباب الأحيات الشعبية كل سليمان ايه يحبه ياسر كورا ومغ تقريبا باش منقول 95% من سليمان جمهورها بين النادي الفريقي باب السوايد نحتمد على فصاحتك بالإيجاز خطر جمهور فيها جمهور النادي الفريقي وجمهور ترجل يذي التونسي دوبما طلعنا رسلنا الجامعة التونسية كورت قدم قلنا رانا مقابلة النادي الفريقي ومقابلة ترجل يذي التونسي نحب ونرعبوهم في ملعب عنده طاقت استيعاب كبير طاقت استيعاب ملعب سليمان 700 متفرج سؤالي مكانش على الملعبين سؤالي انا مش على الملعب لا لا تلبت إجراء زوج مقابلات قبل القرعة نتعلم بوتولة واعتبار سليمان تنتمي الى تونس الكبرى لانه احنا ولاية نابل وامام افتقار ولاية نابل الملعب يحتضن مباراة كبيرة قلنا سليمان نحب ونتمتعو لملاعب تونس الكبرى سوالي لذلك حكيته قبل في وسائل العلم اخرى وانا مقتناع بيها على اللقب سؤالي مكانش على الملعبين سؤالي على اختيارات فنية في الترجي مثلا نسألك عندما نمشي لك ديركتو مو خميس المعويني في المقابلة الذهاب عليش خرج بالميتون كان عدى ميتون كبير برشة عدى ميتون كبير برشة خرج اختيارات فنية وعندنا دوزي ميتون خير من خير من برشة خطف سليمات نحن نحك معك هذه خيارات فنية ننسي شكل مفتاح وابدع فيها خرج خميس خرج خميس المعويني اللي هو بيفو خدسين نزلوه وليد الظاهري اللي هو نحب نعدله نحب نعدله للترجي يقال انه خرج بطلب من رئيس الترجي بعد اعتداء قوي كان على اللاعب ترجي يوسف العبداللي مستح لقى حتى صارت مناوشة بين حمد المدى في التونيل وهو اللاعب يوسف العبداللي ما صارتش صار مع ابن عزيز الشتيب ما هوش خميس ما هوش خميس عزيز وعزيز صارت له كذلك تم الاعتداء عليه نهرتها عداليلة في الكلينيك خميس المعويني لاعب ممتاز على مستوى الدفاع خسرين ننزلوه وكنا نحبه نحبه نرجعه وقال لا كان اداءنا دفاعي نحبه نحبه نحسنه طريقة اللاعب وقدمنا اداء ممتاز جدا الشوط الثاني معنى ما صارتش الكلمة ذا لا صارتش كلمة ذا عليش صارت كل مونوشة في التونيل بين حمد المدب وخميس المعويني ما صارتش بين حمد تنجبت الخميسة كولا صارت مونوشة بنيتو انا على كل حال انا ماريتاش مقابلت القيب عليش ما نعبوش المعويني شتيوي محمود مقابل المعويني شتيوي شتيوي تروازيما فرتيسمو أيمن محمود وخميس المعواني لأنه موما بري احنا خيارنا كإتار فني والمقابلات القادمة الكل أي لعب ناخده بري من أي نادي سوى التراجي سوى الافريقي سوى النجم الهدي سعي وبشي يرجع للنادي ذاك ما يلعبش أيمن محمود بري معواني موش بري صح عمين المعواني فما كونونسيون دو رانسفير وفما كيف 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 كونونسيون تفاق بين التراجي الهدي التونسي المستقبل الهدي بسليمان قال لي رجع الله بعد عام بري ولا مش لي ما فهمتش ما معناه كان صح كنت أعلنته قبل ما في 2019 صح عمين فما كونفنسيون دو رانسفير صار ترانسفير لكن احنا وعدنا تراجي الهدي التونسي كونو بشي راجعوه لها في 30 جوان 2020 وفما اليوم مفاوضات مع خميس المعواني لتمديد عقل خاطر انا بعض المتش اسألت هذه التلفونات واسألت سأل كنت في الملعب سألت المدرب قال ايمان محمود اسباب صحي بعد شوية زيت الافون كلمت محمد التواتي قال ليه بعثنا يا عي باي خاق الله فهمت كل برشة كلامات مختلفة منذربي ايمان محمود قبل مقابل التراجي وبعد مقابل التراجي ما هوش اساسي عزيز بوستة وحمزة التيفي فكرتني عزيز بوستة كان بري متراجي عاش العب لا مش بري فا يوفى عقده ما يرجعش التراجي كان هو عقده الخريج يوفى عقده عميب ويوفى عقده ما كانش بريد اي لاعب في المستقبل سواء من النادي الفريقي سواء من الرجل يدي التونسي نتسلفوه من جبو او من نجم رياضي الساحل او من النادي السفاقسي او اي من اي فريق لانه مش معقول انتي تلعب لعب في ثلاثين جوان بش يرجع لجمعيته معمول بها في العالم كله احنا في احنا نخيره هذه سياستنا في مستقبل بسليمان اذا كانوا تسلفوا لعب من عن جمعية ما نفش لعبه خدامه يقال انه حاول التوسط بين الشماخي وتراجي لا توسط رسميا بين الشماخي والنادي الفريقي وتراجي تونديك الفريقي لا 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 تسرح حبيت تربط قناوات الاتصال بينهم الزوز لا اتصلت توسط اتصلت بشدليل جايد وبسيحمادي بسبع ومم وبسيفتي انا من احباء النادي الفريقي وحاولت قبل ما يتم الاتفاق ووقت اللي عبد السلام قدم استقالته بالمناسبة نحية عبد السلام اللي هو مدد حل مشكلة ياسين حاولت انقرب بين ياسين وبين سيحمادي وقتها بعد ما ممشي لاسعد الدريدي زار سيحمادي واصرر لاسعد على تمديد العقد الياسين حاولت قبل من الدخل في الفترة ذيكا لكن مساعي متاعي كللت بالفشل بيت حمودة اللي كان عنده عرض اكبر من عرض تراجي من ناجم السيح لا فماش عرض هو مشي بخمسمائة مليونة تراجي هكا كان فما عنده عقد ايه أربعمائة تارف دينار المقترح ومش فلوس كونتان ومع اسم وبتي سالم بسي منصف خماخم قلت له راو الأولوية لتراجي لدي تونس انتي قداش عقدك قال لي ربعمائة تارف دينار سيمو عزيز المسيلي تنجم تكلم سنة ربعمائة تارف دينار ماكسيمو تراجي لدي تنجم الناجم اعطت تستمية لا ما فم حتى عرض من الناجم الدي سيح واضح بي بي سي نيوز فاصل راجعين وبعد نكملين في آخر جزء من حزتنا اليوم بي بي سي أهلا بكم في نشرة جديدة من جلوبال نيوز بيت معكم إبراهيم حمادة أعلن رئيس الوزراء